أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي جو بايدن محادثات هاتفية وقال الرئيس الصيني أن على باكين وواشنطن المضية قدما نحو علاقات مستقرة ومستدامة متهما واشنطن بقمع قطاعي التجارة والتكنولوجيا الصينيين وشدد على أن تايوان خط أحمر لا يمكن تجاوزه في المقابل قال البيت الأبيض أن بايدن أثار خلال التصال مخاوف واشنطن بشأن سياسات باكين التجارية غير العادلة وعقب الاتصال أعلنت مسؤولة في البيت الأبيض أن وزيرة الخزانة جانيت يالن ستزور الصين في الأيام المقبلة فيما يتوجه إليها وزير الخارجية أنتوني بلينكين في الأسبوع المقبلة مضيحة أن هاتين الزيارتين تشكلان استكمالاً للمحادثات الهاتفية بين الرئيسين والهدفة إلى إدارة التبطرات مزيد من التفاصيل مع مديرة مكتب الشرق في واشنطن هبا ناصر هبا ما أبرز ما يمكن استخلاصه من هذه المكالمة النادرة بين بايدن واشي يعني زينة بمجرد حصول هذه المكالمة هو تطور دبلوماسي وهو يعتبر نقطة إيجابية في العلاقة بين البلدين وهذا ما حاول البيت الأبيض ومسؤولون في البيت الأبيض إعلامنا به بالأمس خلال اتصال هاتفي مع الصحفيين أنه لا يتوقع أن تكون هناك نتائج كبيرة من هذه القمة لكن ما يتوقع وهي من هذا الاتصال يعني وهو للبناء على ما تم الاتفاق عليه بأن المنافسات ستستكمل بين البلدين وأن ما سيحصل عند حصول أي توتر أو أزمة أو ملفات شائكة يمكن لأي زعيم من البلدين يعني رفع الهاتف والحديث مع زعيم الدولة الأخرى يعني سواء شي أو بايدن وبالتالي هذا ما طمح إليه الأمريكيون خلال قمة سان فرانسيسكو والآن رأينا ثمار ذلك بالطبع لا يمكن قراءة هذا التطور من دون أيضا الإشارة إلى أن هناك زيارة مرتقبة لوزيرة الخزانة إلى بكين في الأيام المقبلة لتكون ثاني زيارة لها أيضا مع زيارة متوقعة خلال الأسبوع والأشهر المقبلة لوزير الخارجية الأمريكي وبالتالي هذا أيضا زينا يعتبر تطور إيجابي في العلاقة بين البلدين التي شهدت كثيرا من المد والجزر على مدى السنوات الماضية كما تذكرين أزمة زيارة البلوسي وأزمة المنطاد أيضا وانقطاع الاتصالات العسكرية بحسب المسؤول هناك ملفات عديدة ستناقش أولا بالنسبة لمسألة روسيا وأوكرانيا وهو الأمر الذي تشدد عليه إدارة باينن لماذا؟ لأنه صحيح أن الصين لم تزود روسيا بأسلحة جديدة أو غير ذلك لكن الأمريكيون يعتبرون أنها ساعدت روسيا في إعادة بناء البنية التحتية العسكرية من خلال تزويدها بمعض المكونات الضرورية هذا كان جزء من الاتصال موضوع أوكرانيا بالطبع بالأمس فيما يتعلق بالشرق الأوسط سؤل المسؤول في الإدارة الأمريكية عما إذا كان موضوع الشرق الأوسط سيحضر وتحديدا زين موضوع البحر الأحمر لأنه كما تعلمين كل هذه الدول بما فيها الصين تتأثر فيما يتعلق بالهجمات على السفن التجارية التي تمر عبر البحر الأحمر وكانت هناك إشارة إلى أن هذا الموضوع ستتم إثارته لكن لم نرى بالطبع في البيان وهذا أيضا مؤشر على نقطة جدا هامة أن الأولويات مختلفة عما نراه نحن زينة يعني هناك أولويات مثلا سيكون هناك حوار خلال الأسابيع القادمة فيما يتعلق بالذكاء الاستناعي موضوع هونغ كونغ وموضوع تايوان وموضوع الملاحة البحرية في منطقة المحيطين الهندي كلها مواضيع ناقشها الرئيسان بالطبع كما ذكرت أنت في مقدمة الخبر رأينا في البيان الذي صدر عن الجانب الصيني مسألة التحذير من فرض عقوبات والعقوبات هنا يقصد فيها الجانب الصيني إمكانية لجوء إدارة بايدن إلى فرض رسوم جمركية على بعض المنتجات في ظل ارتفاع الصادرات الصينية تحديدا قد نرى ربما أو يجري الحديث عن رسوم جمركية على السيارات الكهربائية رأينا اللغة التي استخدمها الجانب الصيني وفيها إشارة إلى أنه سيكون ذلك لا يمكن أو لا يتسق مع ما تقوله الإدارة الأمريكية عن تقليل الخطر وبالتالي لا تزال هناك العديد من الملفات والتحديات في العلاقة بين البلدين لكن مجرد حصول هذا الاتصال هو مؤشر على أن هناك على الأقل خطوط دبلوماسية مفتوحة شكرا هيبا ناصر مديرة مكتب الشرق في واشنطن ربما يمكننا البدء بالقضية الأبرز التي تشكل نقطة الخلاف الكبيرة بين واشنطن وبكين التي وهي تايوان مع تصريحات الرئيس بايدن المتكررة بأن بلاده ستدافع عن تايوان في حال تعرضها لغزو صيني الأزمة التي تفجرت مع زيارة نانسي بيلوسي حين كانت رئيسة لمجلس النواب الأمريكي في الثاني من أغسطس من عام 2022 في العام ذاته وفي أكتوبر أعلنت واشنطن باسم الأمن القومي عن ضوابط تصديرا جديدا للحد من شراء بكين وتصنيعها للرقائق المتطورة المستخدمة في التطبيقات العسكرية وصولا إلى الرابع من فبراير عام 2023 حين أشعل منطاد الخلاف من جديد حيث أسقطت الولايات المتحدة منطادا صينيا كان يحلق فوق أراضيها وقالت إنه جزء من برنامج تجاسس عالمي يقوم به النظام الشيوعي في الثامن عشر من يونيو وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى بكين في زيارة هي الأولى لوزير خارجية الأمريكي منذ خمس سنوات واستفطور بالعلاقة الثنائية في الرابع عشر من نوفمبر التقى الرئيس الأمريكي نظيره الصيني على هامش قمة العشرين في اندونيسيا حيث يعتبر هذا اللقاء الأول شخصيا بين بايدن وشي كرئيسين وصولا إلى الثاني من أبريل الجاري حيث أجر الرئيس الصيني شجين بينغ ونظيره الأمريكي جو بايدن محادثات عبر الهاتف بحثاء القضايا السياسية والاقتصادية المشتركة وإدارة التوترات بين القوتين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر